السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صغار الرائعين درسنا اليوم في مادة التربية الإسلامية عنوان درسنا الله خلقنا لعبادته هيا يا صغاري نبدأ درسنا اليوم من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى هو خالقنا وخالق كل شيء لماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا لنعبده وحده ولا نشرك به شيئا لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لقد خلقنا الله وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى فقد أعطانا الصحة والأهل المال وأعطانا أيضا الطعام والشرب واللباس فمن حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة يا صغاري؟ العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة الله وحده هي سبيل السعادة في الدنيا والآخرة ما هي شروط العبادة؟ العبادة لها شرطان إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله ما هي أمثلة العبادة؟ الخوف والرجاء الاستغاثة والذبح التوكل والدعاء كلها لله كلها لله لا تصرف لسواه الله ربنا هو الذي خلقنا وهو المستحق وحده للعبادة أعظم ما أمر به التوحيد هو عبادة الله وحده وأعظم ما نهى الله عنه الشرك هو عبادة غير الله والدليل قوله تعالى قول الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إذا أطعنا الله واتبعنا أوامره فسيكون جزاؤنا الجنة بإذن الله مع السلامة إلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته